في أزمة بدأت بين جمال علام رئيس اتحاد الكورة وعامل حسين عضو المجلس ورئيس لجنة المسابقات بسبب الأزمة اللي حصلت مؤخراً في موضوع دوري 2003 للموضوع بتاع المبارح مباراة الاهلي وإنبي كمان الأزمة إن عامل حسين عايز يحول أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي للجنة الانضباط ولكن مستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكورة رافض الفكرة دي طيب الوضع ده وضع سيء هتقول لي سيء في إيه هقولك إنه فيه أخطاء من اتحاد الكورة وفيه أخطاء من لجنة المسابقات بالتبعية بقى فيه أخطاء من رئيس نادي إنبي مش بشخصه بالطايتل بالاسم رئيس نادي إنبي ليه عشان راجل كمان طلع وهاجم رئيس لجنة المسابقات يعني مش أقولك إنه صح إنه يهاجم رئيس لجنة المسابقات بس مش صح اللي حصل في مبارات مبارح ده الأصل اللي نتكلم فيه طيب مين بيعاقب كابتن عامر حسين مين بيعاقب الأستاذ جمال علام اللي تواصل بالمناسبة من جهة أخرى يعني تواصل مع الرئيس التنفيذي لنادي بيرامد وتواصل مع رمضان الصبحي عشان يوضح مقاله واتهاماته لرمضان الصبحي في الحكاية بتاعت المنشطات فاكنين التصريحات والساس جمال علام إنه النتيجة إيجابية لرمضان الصبحي وتلاقي الموضوع مش كده وتلاقي الموضوع ما كانش ينفع يبقى فيه تصريحات كان فيه خطأ من رئيس التنفيذي بكل أحوال الفراجل كلم ممدوح يدي الرئيس التنفيذي ليه بيرامد وكلم رمضان الصبحي عشان يوضح موقفه يعني خلينا نقول يوضح يعني فالخلل اللي بيحصل في اتحاد الكورة في لجان اتحاد الكورة يخلينا نسأل طب ودول بيتعاقبوا ازاي يعني أي حد في المنظومة يسيء أو ينطاق الاتحاد الكورة بيحاولوا يعاقبوه حلو أحب النظام طيب لما الناس في اتحاد الكورة بقى بتغلط مين اللي بيعاقبهم مين اللي بيقولهم انتوا غلطانين مين اللي بيحاسبهم المفروض الجامعية العمومية طيب مع كل الاحترام لجامعيتنا العمومية الجمال في اتحاد الكورة يعني ما بيحاسبوش ما بيعملوش حاجة صراحة هو يدوبك بينتخبو بعد ما بيحصل التربطات والتفاصيل حراركم عارفين انا انتخبنا انا وانا هعمل لك وهعمل لك وهعمل لك الحاجات اللي بتحصل ساعد الانتخبات طيب احنا منسمع عن الجامعية العمومية دي تاني بعد كده ما منسمعش هل ده قدرنا يعني هل ده قدرنا اي اتحاد كورة عارفاك مش الاتحاد الحالي بس اي اتحاد جيه في كورة القدم المصرية لما بيغلط المفروض مين اللي يعجبوه ما همش هينفع مثلا الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة ليه هيقول لك السوداد اخو الحكومي واسه ماينفعش يمشي ده وماينفعش يقعد ده وماينفعش تاخد اجراء ضد ده عشان الفيفا هو اللي مفروض والجمع اللي هم هي اللي لازم تقول مأساة يعني مع كامل اللي احترام على فكرة بحترمه جدا بالمناسبة يعني كابتل عامر حسين بس طم هو الخطأ بتاع مباراة الاليو امبي ده عند مين يعني مين لا يحسب عليه موضوع موضوع ده متقيل يعني موضوع ده متقيل جدا طيب